سكتك خضرة مصر أسرع بالعجل أكيد مصر أسرع بالعجل بسبب المرور يعني عشان نبقى عارفين أنا ممكن أوصل لمشوار بالعجلة أسرع من العربية بس المبادرة دي أطلقتها محافظة القاهرة مش عشان الازدحام المروري لأ علشان أنه هم ينشروا ثقافة ركوب الدراجات لأول مرة في مصر المبادرة دي بالتعاون مع السفارة الدنمركية بالقاهرة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات المبادرة بدأت فين؟ بدأت في منطقة الكربة في مصر الجديدة من حوالي شهر وهي هدفها أنه هم ينشروا ثقافة ركوب الدراجات التشجيع على أن الناس تستخدم الدراجة كوسيلة نقل يومية اقتصادية آمنة بس ده طبعا علشان أركب دراجة أو أركب زي ما بنقول باللغة الدرجة عجلة لازم يبقى عندي تطوير في البنية التحتية لازم يبقى عندي شوارع قدر أمشي بيها العجلة أو الرامب اللي بنمشي فيه يعني بيبقى فيه مكان للعجل لازم يبقى فيه مرافق لخدمات الدراجات في شوارع القاهرة اللي هي الحارات المستقلة للسير فيه مواقع الركن والانتظار للدراجات على فكرة أنا ساكنة كنت في حتة من وانا صغيرة كان كل اللي بنتعامل بيه الدراجات وكنا نعمل إيه إن إحنا كنا بنركب حتى راحنا رايحين الشغل على فكرة كنا بنرجب العجلة أو الدراجة بوصل لغاية محطة المترو فيه مكان نركن فيه كل واحد عارف مكان ركنته وبنقوم داخلين على المترو نركب المترو وننزل أنا كنت ساعتها بشغل في ماس بيرو بنزل في محطة التحرير كان ساعتها اللي عند المتحف المصري ومشيها لغاية ماس بيرو أنا كنت بعمل كده كل يوم لما أجي كنت بروح بالعجل عند المترو كنت بروح بالعجل عند المترو كلينا أماكن خاصة وراحت فين عجلة ابتعد موجودة طالعيها بقى وزيتيها أنا عايز أقولك إن إحنا كمان كنا بنتحرك كان قدامي سبت لما بنحب نشتري أي حاجة كنا بننزل نتحرك بالعجلة ونحط كلنا الحاجات جوه السبت اللي قدامنا كنا نروح النادي ولينا مكان مخصص لركن العجل وبتبقى معاك كده زي جنزيرة علشان تقوم محدش يقدر ياخد العجل يعني كنا كل ده بنعمله وفجأة اختفى يعني وأعتقد إن الدراجة وسيلة حضرية جدا لا بنزين بقى ولا شاكمان يعني بيئيا الدراجة طبعا أصح اشتركوا في القناة